اهلا والله بالجميع معاكم الواجه كمحالكم جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية تريلر أو التريلر الرسمي والأول لمسلسل شي هالك أو هالك الانثى أو أنثى الهولك أو هالكا سمها ما شئت نازل رسميا قبل 7 ساعات وعدد مشاهدات وتجاوز 6 مليون مشاهدة بس يا جماعة علشان ايش ما ندخل في الحماسة الزايد وايش ونقعد كده آخرة شيء ننصدم زي بعض مسلسلات مارفيل بدون ذكر اسما حمسناها في البداية بعدين طلعت مسلسلات عادية أنا لما أنا مارفل يعني في المسلسلات توجههم شوية ضعيف يعني ما أخذينه إيش كتقديم شخصيات أكثر من إنه واو إنه بنسوي حاجة للتاريخ فاهمين لا المسلسلات كذا منعطيناها شوية اهتمام مش مرة اهتمام عموما أنا ما أبغى أرفع سقف طموحاتي قول ما أشوف التريلر بنحاول نحلله بنحاول نشوف إيش فيه إيش الأشياء اللي ممكن نستشفى منه ومنها إلى إيش إلى نهاية الفيديو وبين شويش يطلع معانا فيب اشترك في القناة لو بكنت مشترك فعل جرس تبيع تشتصر الفيديو والبيول والآن من هذا كله إذا أعجبك الفيديو أعطيه واحد لايك ويالله بينا نشوف تريلر شي هالك لأس نجو أنت تريلر شي هالك إنه تريلر شي هالك هاذا بروس بانر هالك إنه ليس من أشخاص كك أحبباً أنا أحبباً أنا أحباباً أنا أحبباً أنا أحبباً أنا أحببت معي أحبباً ممكننا لحظة لكي تريد إنه مرحلة إيشارة مجرد أعمالي أحبباً نحن قلقنا قد ما حلقنا وقمت بشكل عزيزي جزيزي وأنا أنت تكون نحن بذيوانا ومترطة لأنه لم تجد هذا ولكنك تمتعطيه بها ويهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا احبقوا بعض الوقت اشتركوا في القناة 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 راح نعرضك الإصادمة قوية بحيث يخرج بيخليه تتعرض لإصابة قوية بحيث شي هالك أو هالك اللي داخله تخرج غصبا عنها بالظبط هذا اللي صار والله يا جماعة والله السي جي آي مستفز والله شوفوا 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 وجهه مره بروس بانر متقن؟ في شي غلط في شي غلط في السي جاي تبعها شوفوا كيف بروس بانر مره متقنينه مدري إذا هذا النسخة وليه خاصة بالتريلر مدري بس لا والله في شي غلط طيب يبدو إنها برضو راح تعاني من مشاكل في إيش في خلينا نقول أنجر منيجمنت اللي هو السيطرة على الغضب ممكن برضو بروس بانر يعلمها أو ممكن إنه يسوي أوكي لحظة لحظة أوكي هنا هنا يا جماعة هنا اكتشفنا حاجة يبدو شوفوا استجاي ويقولوني إيش أني كذب طيب يبدو إنه في مرحلة ما بروس بانر راح يساعدها بحيث تندمج مع شي هولك وتصير زي سمارت هولك خلاص هذا شكلها الطبيعي ما عاد يحتاج تتحول لشي هولك يخلط على قولة بروس بانر الدماغ مع العضلات ويطلعوا بالشكل هذا فظاهر إنها خلاص تندمج وتبدأ تظهر بالشكل هذا للعامة وخلاص تصير هذا شكلها الطبيعي أو لا ما هم ما هم متأكدين ولكن إش اللي خلاها تروح بها أو إنه صار مطلوب منها إذا داومت تكون على شكل شي هولك وخارج الدوام تكون إنسانة طبيعية خلونا نحط هذا الاحتمالين إيش في الحسبان واضح إنها مرة مرة زعلانة فاهمين مرة زعلانة وتبغى ترجع لحياة الطبيعية بس خلاص موضوع خارج السيطرة هنا واضح إن الصحافة عند بيتها ويسألوها سؤال يقولوا لها هل تخبرنا أين هي هولك؟ وين هي هولك؟ وين هولك الأنثى؟ ها؟ وينها؟ مما هم عارفين إنها هي ويحسبوها عايشة معاها في نفس البيت أو عارفين إنها هي بس ليش منت متحولة احتمالين؟ اخبرنا أين هي هولك؟ جين، أنت تصير قصة الآن يا رجل، تبدأ تبدأ تظهر حياة الآن يجب أن نحط طموحات كثيرة وخلونا بس ما نحط طموحات كثيرة هنا على بروس بانر أوكي سوبر هيلو لاندينج خلونا ما نحط بس طموحات كثيرة ترى ممكن نشوفه بس في البداية كذا كمرشد لها ويفقع أولا لأنه راتب عالي وديزني يتوقع جاد ستحاول توفر فلوس بروس بانر أقل شي راتب 15 مليون ريال 15 مليون دولار في آخر فلام الأفينجر فغالبا بيكون مكلف عليهم هنا فممكن يخلوه يظهر ظهور بسيط ويمشي إلا لو أنهم تكلفوا أكثر من اللازم يعطوه فلوسه واموره طيبة عاد بيظهر بشكل كامل أو بشكل على الأقل كثير عموما واضح أنه بيكون القائد والمدرب حقها وبيوصل لمرحلة ما إنه خلاص يلا خليني يتعامل مع الشي هولك اللي داخلي هذا للمدربين ونارسسيسسين ومدربين ومدربين لأسفل والله في شي غلط بالله شوفوا حركته هي جوة قاعة المحاكمة الضارب شوفوا والله غلط والله في شي غلط عموما من يعرف مين ذي قاعد ضارب هنا بس واضح أنه كان في محاكمة خاصة بالسوبر هيرو وكما منه ذاك قال لها أنت رح تكوني محامية في قسم أو رح يكون عندنا قسم خاصة لمحامين السوبر هيرو واضح أنه ذي ممكن تكون سوبر هيرو واضطرت أن أستخدم قوة عليها مفدع ولا جاي على إيش بالضبط ولا ماخذ من إيش كأنه ككاس لاك فاكرين ككاس أوكي في سوبر هيرو ثاني هنا ظهر معنا أوكي هذه هذه مين يا جماعة واضح أننا سوبر هيرو واضح أننا هنا في قاعة المحكمة وهذه دخلت بطريقة ما أوكي هذه هي مشاعر أحمر اللي قاعد ضارب شي هولك أنتهى مين هي ما عرفهاش حقين الكوميك ممكن يعرفوها هذا حبيب الشعب فاكرينه هذا اللي ظهر في فيلم هولك الأول بس غيروا شكله في إنكريديبل هولك وظهر في فيلم شانك شي برضو في ظهور بسيط ولكن يبدو أنه في ذا المسلسل مسلسل شي هولك راح يكون له ظهور متكرر وربما يكون الفيلن الرئيسي أو ربما يكون بطريقة ما في صف شي هولك لأنه في فيلم شانك شي جابوه كأنه وونك صاحب دكتور سترينج قاعد يدربه أو قاعد يحاول يعلمه على أشياء معين فخلونا ما نتوقع أنه ممكن ممكن يكون شرير ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا حبيت ذا المشهد صراحة حبيت ذا المشهدين استجاي متعوب عليها على أقل شوية منطقية مع إضاءة الشمس أوكي هنا واضح أنه جالسة تدور تواعد بشر طيب هذا تقريبا التريلر شوفناه زي الفل وواضح ما في أي تفاصيل ممكن غير منطقية من جد صح؟ من زمان ما شفنا هولك يقفز القفزات القوية حقه هذيك يا المسلسل قادم على منصة ديزني بلس متى بالضبط؟ خلونا نشوف 17 أوغست السنة ذي يعني تقريبا بعد 4 شهور 4 شهور من اليوم تقريبا أو 3 شهور حقه زي كده فايب إذا عندكم أشياء برضو لاحظتها في التريلر يا جماعة وفي أشياء حابين تشاركوها بحكم إنكم يعني ممكن تكونوا قرأتوا كوميك وممكن تعرفتوا على بعض الشخصيات اللي مش عارفينها بالذات الأشكال اللي طلعت ذاك لزي الضوف دعوذيك البنتهم شعر أحمر شاركونا في التعليقات أين كانت أراكم ولحظاتكم ولعطيكم العافية لا تنسوا تغطي لك على الفيديو تعالوا تابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة